بعد إعلانها عن توفر الميزانية التشغيلية وصيانتها للوحدة السادسة بمحاطة جنوب ترابلس، أعلنت الشركة العامة للكهرباء بعدها بساعتين عن حدوث إطفاء جزئي على مناطق شرق ترابلس والمرقب والوسطى، متحاججة بعدم التقييد بعملية طرح الأحمال من بعض المناطق والمدن. مراقبون رأوا أن هذا الإعلان ما هو إلا تناقض في بيانات الشركة في هذا الخصوص، متسائلين عن مدى جدية الشركة في الإصلاح ومحاولتها في أن تجعل أزمة انقطاع الكهرباء ورقة ضغط للحصول على الميزانية من المجلس الرئاسي. آخرون استغربوا من التخبط السائدي داخل إدارة الشركة العامة للكهرباء منذ سنوات، والذي انعكس سلبا على عملها، مخلفة خللا كبيرا في الشبكة العامة، ومتسببة في الوقت ذاته في زيادة ساعات طرح الأحمال قاربة الأربعة والعشرين ساعة لبعض المناطق. تصاعد حدة أزمة انقطاع التيار الكهربائي أثار غضب واحتقان المواطنين، ودفعهم للخروج في احتجاجات ضد الشركة العامة للكهرباء منددين بإخفاق الشركة طيلة هذه السنوات، والتي من أسبابها الصراع والانقسام الحاصل في إدارتها مطالبين بفتح تحقيق حول التصريحات الأخيرة لرئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك.